اشتركوا في القناة الخطوات اللي جاية ايه الخطوات اللي أنا عارف من فترة داعي الانتخابية معادها او ايامها اقلت بقت البداية من يوم ثلاثة الى يوم ثلاثة وعشرين اكيد انتم تحطين جدول بفعاليات انا الجدول بحظة في اطاع هو لن يتم اعلان اي فعاليات الا بعد الحملة الرسمية احنا قولنا النهاردة يوم الحد القادم احنا عندنا فعالية الناس هتنزل فيها عشان قطر تجمع الافكار في المصانع ومدين في كل المصانع مئات من شباب الحملة مع افكار الشباب او مع افكار العمال عن الية حل مشاكله ومغيره لكن الفعاليات الرسمية بعد 2 يليو بعد 2 ماي القادم اعتقد هيتم الالان عن كل فعالية على حد فيما يخص لجنة 250 يعترع في لجنة كانت فعول لجنة 50 الناس بتقول كلام الناس بتقول كلام ننشر في الالان وبعدين يجو اسألوني عليك ما تم نشره على موقع الحملة الرسمية حتى الان هو ما يؤخص به سفير محمود كارم والاسمية اللي تم نشره معه ولجنة الشباب غير ذلك احنا هنبدأ نعلم لو في اي حاجة تبقى في متوارجة مرايح درها مش هفتح السسنة بطرب برضو ده ماء داخل الحملة يتم حسنه حتى الان باع 3 ماء كل حاجات دي انت بقوض حلو نبقى مبنين في الشارع في كل الشروعير اعمل المبوضة بالتمرات يعني تمرد مثلا عملت سلسلة للتمرات لو تفتكروا ايام الدستور في السعيد في انا وفي المينيا وفي باريسويف سعاج عملنا متمرات في المنوفية والده الاهلية والاليوبية والغربية تقدموا في نفس المتمرات دا تكرر تاني في كل مكان عشان ندوى المواطنين اللي تكون هنتواصل معهم لش احلوهم رؤية الراجو لش احلوهم احنا كنا نعمل الفترة اللي جاء اللي فاتت والفترة اللي جاء يعني اعمل ايه رؤية الراجو في كل المدنات هكذا ايه لش احلوهم البرنامج اللي هيتم نشره على النصر سيتم الإعلان على البعبية نبنايو حتى فترة المؤتمرات الشعبية من حضور المشير العزل المؤتمرات المعدو نزال ما صار نقاش داخل الحملة وان شاء الله يتم الحسب القرية وعالميا ايه؟ اعلاميا اعلاميا كمان دا كله بتايش داخل الحملة اعلاميا وزور في البرامج انت وفين ومع مين وازاي دا كله بيتم الحسب القرية اعلاميا في لقاهبة ما بيننا ميس ومريدنا مع دا ترجع في اللجنة اعلامية كتير من الشباب الصحفيين بيطالبوا اللي هما يكونوا فيه مؤتمر او فيه المناقشة مع المشير الرسيسي الخاصة سيب سيبا لسه بقول دا انا شخصيا سأحاول دعم هذا الاتجاه ناخدش بقى الحزب اللي حركة التمره اه فكرة الحزب هتكون ازاي وانتهي انا عن الحزب بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة انت عارف ان الحركة موجودة وكياناتها موجودة في معظم المحافظات دريمان في كل محافظات الجمهورية لنا كيانات في بعض المحافظات اللي انا فيها في كل مركزة في بعض المحافظات اللي انا فيها في القره اللي بيت القره الموجودة فيها وبالتالي احنا ان شاء الله بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة هيتم عمل الحزب السياسي بحركة التمره كل حزب عمود الفقر الشباب معبر عن كل المصريين ان شاء الله هيطرح مش اقل من 10 او 15 شاب يعني يكونوا قادرين على تمثيل الشعب المصري داخل البرلمان قادرين عن الدفاع عن مصالح المصريين داخل المركز انا جمع استمرار تمرضوا حتى يوم 3 يونيو لما اكون لنا اي علاقة من مشير عبد الفتاح السيسي اطلاقا او اللقاء تم مجيني انا شخصيا مجيني المشير السيسي كان يوم 3 يونيو كان وقتها فريق اول ويوم الاشهر في البيانة التي تم فيها عسل مرسي وفرض خارجة التاريخ الجديد اعتقد ان المشير السيسي نفسه في هذا التوقيت لم يكن من ضمن اولويات الحملة او من ضمن المرشعي الحملة لكن ما حدث بعد ذلك والتفاعلات في الشارع المصري هي التي جعلت الرجل في صدارة المشهر في مصر اختيار كثير من البطاعات الواسع يعني احنا في تمرض كدينا تنجربة في الاحتكاج بالمواطنين والمزين معاهم في الشوارع والحوارع والخرى والنجوة وبذلك نجاحنا بقام 22 يوم استمرنا استمرنا في هذا الموضوع في التواصل مع المواطنين لانهم اللي بيعنا اعوزنا نجامع استمراتنا مرض وغفر على هم اللي يطالبونا بترشيح المشير عبد الفترة ان يكون لدينا اختيار بصور الارحياز اليارابي رقم اثنين انه احنا انا شخصيا يعني محمد التمرض لا نقيم الرئيس على اساس وظيفي بمعنى لا يمكن احد ان يقول ان شارلي ديجول مثلا كان عسكريا يؤسس لعسكرات الدولة في فرنسا تكلام ساذج لكن في النهاية لا يمكن التقييم على اساس وظيفية تم تقييم مبارس على اساس مشروع وبرنامج من وجه التظري مثلا ان الرئيس المدني المدني محمد مورسي كان سيئا جدا جدا وبالتالي التقييم هنا على اساس المشروع وزي ما قولت في تجارب في تاريخ تجربة شارلي ديجولد في فرنسا اعتقد تجربة ايزنهاور في امريكا وغيرها من التجارب قدمت عسكريين نجحوا في الحفاظ على الدولة المدنية وانا روح تأسيس جمهورية في النساء الجديدة اعتقد ان عبد الفتاح السيسي في هذه المخزة مؤهل الى اعادة سين الجمهورية العربية ومصرية على طريق الصحيح ترجمة نانسي قنقر